يغادر يوميا أفواج من حجاج القرع مطار القاهرة الدولي في رحلة تستغرق نحو ساعتين باتجاه المدينة المنورة ومع كل فوج من هؤلاء الحجاج يصل إلى مطار المدينة يستقبلهم ضباط البعثة لتسهيل إجراءاتهم والترحيب بهم استكمالا للتيسيرات المقدمة لهم لآداء مناسك الحج أنا سعيدة جدا جدا باستقبال البحثة المصرية لنا واحتفالهم لنا كل حاجة ميسرة وكل حاجة سهلة وبسيطة والحمد لله مجابلتكم حلوة وكل حاجة حلوة وجميل وعن أول مرة اللي باني كان مراجع أمرا ملقيت السمال زي الدرجة جميل والجراءات فيما نخطيش ثلاث دقائق أوزين نشكر كل ما هو مسؤول في البعثة المصرية اللي استقبلتنا هنا في مطار المدينة بصراحة يعني شيء يعني القلب مش قادر يوصفه مش قادر يوصفه في ترحاء في مدينة رسول الله أول مرة أجي بس بصراحة اللهم صلى عنا باستقبال ما فيش بعد واستقبال وربنا يبركلكم يا رب كنت أنا وأنت طيبين وتعدلها بخير بمجرد انتهاء الإجراءات يستقل الحجاج الحافلات المجهزة لهم أمام صالة الوصول لتقلهم إلى فندق إقامتهم وفي هذه الأثناء يقوم الضباط بإنهاء إجراءات التسكين بواسطة التابلت والبركود حتى يتسنى للحاج معرفة غرفته بمجرد الوصول إلى فندق الإقامة وهو ما يوفر عليه عناء الانتظار في بهو الفنادق حفاوة استقبال الحجاج كبيرة بفنادق الإقامة التي اختارتها بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية بعناية كبيرة على مقربة من الحرم النبوي الشريف وبما يؤثر على الحجاج التردد على المسجد النبوي لأداء الصلاوات في أوقاتها ما شاء الله يعني التنظيم رائع جدا وجايد جدا من أول ما وصلنا في المطار لحد هنا المشرفين ما شاء الله حاجة ممتازة عرفونا كل العلمات وكل الحاجات اللي احنا مقروضة نعملها تسكين بدأ من الباص توزيع الكروت في الباص ومعرفة كل واحد الطابق بتاعه والغرفة بتحته ما خدناش وقت في التسكين وراح في كل حاجة فرحة كبيرة بين الحجاج بسبب دقة عمليات التنظيم منذ لحظة وصولهم إلى مطار المدينة حتى فندق الإقامة ووجود الضباط بينهم لتوجيههم والإجابة على كافة استفساراتهم طبعا الشكر كل شكر للبعثة والترتيب للإجراءات الأمنية دمان زي الفل والله الناس بازلت معنا مجودات حلوة جدا نشكر وزارة الداخلية بزباتها وأفرادها وبعثتها واهتمامها بينا وما فيش أي تأثير واحسن فنادق والنظام في المطار كل حاجة جوازاتنا ووراقنا وكل حاجة والتعارف كل حاجة تمام بسم الله ما شاء الله هناك تأثيرات لكل الحجاج وحسن الاستجبال لنا وتعاون لكل الحجاج والحمد لله ما فيش أي مواقعات جابلتنا هكذا هي أجواء روحانية وفرتها بعثت حق القرعة للحجاج لأداء مناسك الحج في سهولة ويسرة مع وضع كافة الإمكانات لخدمة الحجيج اشتركوا في القناة